عقدت قيادة عمليات بغدان متمرا مع بعض من منظمات المجتمع المدني لمناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه عمل المنظمات وعكد مدير قسم شؤون العسكرية والقانونية في القيادة العميد أسعد حسن تجيلا أنه تم الاتفاق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية على آلية توزيع المساعدات على العوائل المتعففة والفقيرة وعوائل الشهداء خصوصا مع قرب شهر رمضان المبارك كما تم التطرق لانتشار ظاهرة الاستجداء والتسول في الشوارع العامة وطرقات ضمن قاطع المسؤولية وكيفية وضع المعالجات للحد منها تم عقد مؤتمر بين قيادة عمليات بغداد وبعض منظمات المجتمع المدني ضمن قاطع المسؤولية وحقيقة هذه الدعوة كانت من قبل سيد القائد من أجل التعاون وكان محاور المؤتمر النقطة الأولى التي ذكرناها حول ظاهرة الاستجداء والتسول والتي أكدنا عليها ممنوع من عباط تكون في العاصمة بغداد والمحاور الثاني هو المقبين على شهر رمضان الكريم الفضيل إن شاء الله اتفقنا على آلية توزيع العوالي الفقراء والمتعفين وعلى أولاد الشهداء بشكل عام وتم تقسير منظمات حسب المناطق وعلى آلية التوزيع والمحاور الثالث كان التعامل بشكل عام بين منظمات المجتمع المدني فيما بينهم وبين القطعات الأمنية أو الأزل الأمنية بشكل عام كمنظمات المجتمع المدني وكانت هناك أطروحات مهمة جدا وقد استقبلتنا القيادة بروح الفريق الواحد وقد طرحنا بعض المشكلات التي تواجه عمل المنظمات غير الحكومية الفاعلة في داخل العراق وكذلك تحركاتها بين مقرها وبين الجهات المستفيدة في الميدان